السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم على القناة كانت من الفيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال بالنسبة الوصفة اليوم كيفما كتشوفوا فهي عبارة عن تحضر مملحات مشكل جديد كيجيو جيد دراقيين رائعين في الماداق ديالهم وحتى في شكل ديالهم فاذا عجلكم الفيديو حبيباتي ما ننسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات فنخليكم تكتشفوا معي المقادر والطريقة للتحضر فاذا بالنسبة المقادر فكناحتاجوا 3 قطع من الجبن المتلت كناحتاجوا ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من بودرة التوم اذا كانت متوفرة وملعقة صغيرة من التحمير او البابريكا كناحتاجوا بيضة واحدة من حجم متوسط وعندنا ملعقة كبيرة من المطرد او الخرد اذا كانت توفر لدينا هنا كأس الى ربع من الزبدة المارغارين اللي دوبتها وعندنا كأس من الزيت كناحتاجوا الدقيق وعندنا كمية الدقيق سوف نبدأ في العجن فالنسبة للطريقة نضع اول مكوين وهي بيضة واحدة ونضيف لها كأس من الزيت دائما القياسات بقياس كأس العنبة نضيف لها كأس الى ربع من الزبدة المدابة هنا استعملت الزبدة مارغارين يمكنكم استعملوا اي نوع من الزبدة عندكم في هذه المرحلة نأخذ الطراب اليداوي ونخلط هذه المكونات مزيان حتى نمزجهم مع بعضياتهم بعد ما خلطت هذه المكونات مزيان فنزيد هذه التوابيل كاملين في خطرة واحدة ونحرك جيدا بالطراب فنحاول ان ينحرك مزيان لكي لا يبقى حبوب الطحمارة أو البابريكا ونضيف ثلاث قطع من الجبن بالنسبة للجبن يمكنكم استعملوا اكثر من ثلاث قطع او لا اقل مشي مشكل ونضيف المطرد وهو ملعقة كبيرة فهذه خطوة اختيارية الى ما عندكم المطرد فيمكنكم استغناءوا عليه هنا نحاول انني بواسطة الطراب اليداوي معك هذوك الفرماجات مزيان حتى يدوبوا لي ويتخلطوا لي مع الخارطة فاذا بعد ما خلطت لعناصر مزيان فنضيف الدقيق نضيف بكأس بكأس والكمية الدقيق التي استعملت في هذه العجين فاستعملت 4 كؤوس زائد جوج معلقات كبار بالنسبة للقياس فدائما انا كنعبر بقياس كأس العنبة فهنا نحاول استعمال وعجين العجين حتى يبدو انه يتمسك بقياس كأس العنبة ويقوم بقياس كأس العنبة ووضفت عليهم جوجة المعلقات كبار من الدقيق فقط لا تكترون الدقيق لكي نشوف لكم العجين الى نشوف لكم فمستحيل انه يتسرح لكم غا يبدو يتفرت لكم فبالنسبة لهذا المملحات هدو راه مكوناتهم جد بساط ولكن ما تقدم يجي اكتر من رائع كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه فكيف مشته هنا العجين ديالي بعد ما جمعتها مزيان بل يابع انه خاصها واحد شوية ديال دقيق لذلك غادي نحاول انه ينضاف هنا هادوك جوجة المعلقات كبار اللي قلت لكم فكن جمعت العجين عفوان على هاد الشكل هادا بدنسبة العجين للبنات فما كان دلكوهاش فقط كنجمعوها ما كان دلكوهاش نهائيا كنحاولو غير نجمعو العجين حتى كيشد فراسو فهناي بعد ما جمعت العجين ديالي كامل فكيولي على هاد الشكل هادا هادا هو العجين اللي خصكم تحصلوا عليه بعد ما كان جمعو فوسطلي ديالي فكيت جمع ليه هناي كنحاول نقسم العجين ديالي على هجوج غادي نقسمه على هجوجه بس نساعد راسي وما تجينيش هادوك الكورة كبيرة وكنوضعوه في سلوفان وكندخلو المجمد مدة ديال عشرة ديال دقيق فقط إلا كان معاكم الموقت فدخلوه للتلاجة وخليوه مدة نصف ساعة في تلاجة فأنا غادي نحاولو ندخلو المجمد مدة ربع ساعة فقط وغادي نخرجوه بش نخدم به فإذا هناي بعد ما خرجتوهم المجمد فكنناخد ورقة طهي نفرش ورقة طهي من الأسفل وكنحط العجين ديالي وكندير ورقة طهي من الفوق وكنحاول ناخد المدلك وكنسرح العجين ديالي اللي كتكون واحد شوية على سوم كرقيق لأنه المملاحات بش كيجيوه مجرملين ضروري أنهم يكونوا شوية رقاق فكنناخد هذا الطبع هذا وكنحاول نطبع العجين ديالي كاملة هذا الشكل هذا را كيجي جيد دراقي وكيجي زوين في المملاحات إلا جربتوه غادي نال السحسن ديالكم إن شاء الله فكننطبع على هاد الشكل هذا فهناي بعد ما طبعت العجين ديالي فكيف ماشتوه كدجينا على هاد الشكل هادي فاش كنبغي نزول العجين ديالي فكنحاول نستعمل هادك ورقة طاي كنستعمل بيه باش هكاك يعاوني وما كدتقطعش لي العجين فكيف ماشتوه هاد العجين هادي ديالي تماما بحال شكل صابلي غير هي كتكون صابلي حلوة هادي كتكون ملحة فصافي هناي غادي ندوز باش نكمل الشكل التاني فبنسبة الشكل التاني فرائع جدا بنفس الطريقة كنسرحوا العجين ديالنا على سومك اللي كيكون شوية غليل هادا ما كيكون شرقيق بحال الأول كنحاول أنني ناخد هاد القطعة هادي ديال شبكية وكنحاول نقد الحجم ديالها كنقد على شكل اللي كيكون على شكل مستطيل هاي بشاكي تقدر يدوك الحاشيات ديالها وما تبقاش لي هاك كمشندفة لأنني غندخلها مباشرة لفرران بهاد ورقة طهي هادا فصافي كنحاول أني نقد الجواني بكاملين فإذا هنهي بعد ما قدت الجواني بكاملين وقدت الحجم ديال العجين ديالي كنناخد هاديك القطعة ديال شبكية وكنحاول ندير هاكا خطوط على شكل طولي فيمكن لكم أيضا تستعنوا بالقطعة ديالبيتزا فهناي كنحاول أننا ندير خطوط على هاد الشكل هادا حتى نشكل مربعات على هاد الطريقة هادي فإذا بعد ما قدت العجينة ديالي فقد ندود مباشرة غاد نوجد واحد الخلطة اللي غاد ندهن بها هاد المملحة هادو اللي فيها بيضة واحدة قليل من الخل ورأس معلقة من الحمارة أو البابريكا وغاد نضيف لها ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيت جانسولية مع بعضياتهم وهنايا مباشرة غاد نشارك معاكم طريقة اللي غاد نزيل بها غاد ناخد شوية ديال الزعتر وشوية ديال فرماج محكوك وشوية ديال السيمسيم أو الزنجلن بالنسبة للفرماج والفرماج حمر فقط في هناك نرجع للعجينة ديالي وكنحاول ندهن الواجهة ديالها كاملة بهاديك الخلطة اللي وجدنا بالبيض فكنحاول ندهنها مزيان باش هكاكت عطاني واحد اللونة رائع ملي كندخلوها للفرن فإذا هنايا بعد ما دهنته مزيان بالبيض فكنناخد الزعتر وكنحاول اني نحكو شوية من فوق من العجينة حتى يجيني على هاد الشكل هادا بالنسبة لهذا الزعتر راك يجي رائع فهد النوع هادا من المملاحات وكنزيد شوية ديال السيمسيم ما نكترش بزاف واخر مرحلة فكنزيد الجبن المفروم اللي هو الجبن الأحمر كنزيد غي شوية من الفوق باش كي يعطي واحد المنظر رائع من بعد ما كتب فهنايا مباشرة غدين دزول الشكل الثاني فبالنسبة لشكل الثاني فتا هو غدين نسموه بنفس الطريقة غدين دهنوا الواجهة ديال هادا المملاحات كاملة بالبيض وكنحاولو اننا احتهي نسموها بالنسبة لتزين فدائما كيبقى على حسب الدوق دلكم اي حاجة متوفرة عندكم في المنزل ديالكم زينوا بها فهنايا غدين ناخد القليل من الخشخاش وغادي نزين بهتا هو كي يجيزوين في هذا النوع هادا ديال المملاحات كنناخدها هكا كنزين بهات الطريقة هادي فبالنسبة لها الشكل هادا فغادي نحاول انا ننزين بشوية ديال الخشخاش فهنايا كنستمر بالتزين ديال هادا المملاحات ديالنا ضفت الزعتر وهذا نضيف ايضا شوية ديال الفرماج محكوك فهذا الاحيان هذه البنات تراني مسخنا الفورن ديالي درتو يسخن خصو يسخن مزيان ومن بعد ما غادي ندخل له هادا الطاوه هادي فغادي نقصوه غادي نقصوه غادي نقصوه غادي نقصوه غادي نطيب الكيك غادي يكون على نار مهي لا باش هكا كي يطيبو لنا على خاطرهم فكيفما اشتو هادا وشوفو راهات كي يجو رائع مليكا نضيفو لهم الفرماج محكوك يجو بواحد المذاق اللي فعلا جد رائع فايدان هنا غادي ندخل المملحات ديالي للفرن الفرن راس خون زيان ملي غادي ندخل له طاوه ديالي فغادي نقصوه غادي نطيب الكيك فايدان بعد ما خرجت المملحات ديالي من الفرن شوفوا كيف كي يجو رائعا فعلا كي يجو ولا اروع لا في شكل ديالهم ولا في الماداق ديالهم كي يجو رائعا جدا غير حاولوا انكم إلا خرجوا هادا الصابل هادا أو هذه المملحات هادوا من الفرن فحاولوا تخليهم حتي بردوا تماما حاولوا تفكوهم على بعض ضياتهم فهذا هو الشكل الثاني تهوكي جيد رائع فإذا كانت وصفتنا ديال اليوم عبارة عن مملحات بطريقة جيد سهلة وبطريقة اللي هي جديدة فكانت مننا أن الفيديو ديال اليوم فعلانينا لاستحسن ديالكم إذا أعجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وكذلك تشتركوا في القناة باش هكذا تنضموا القناة ديالي فكانت مننا الوصفة ديال اليوم فإعلانتنا الاستحسن ديالكم وأنكم تجربوها وانتلقوا إن شاء الله مع وصفة قادمة دم دم في رعاية الله